اهلا من يا شباب الفيديو ده بسيط ان شاء الله هنرى فيه ازاي نعمل animated blessing فيه برنامج figma اول حاجة هابدأ carry the frame عندي بالشكل ده بعد كده هجيب الاشكال من فوق عندي وهي هعمل اول شكل عندي بالدايرة وهي عند fill هتديره درجة اللون دي وهي الدرجة اللي هتكون سايدة في الحركة مع باقي الاشكال احنا هنخليه هنا align center فيه الفريم اللي هو فيه فعملنا منه ثلاثة اشكال ctrl c ظهر عندي في اللير انا ممكن اخليه اسمي ده واحد وده اتنين وده ثلاثة بعد كده هجيب اشيل الفيل دي خالص وممكن اعمل من الفريم الاساسي copy وهاجي عند الشكل الاول في الفريم التاني وهغير الدرجة بتاعته درجة اللون بتاعته بالشكل ده وعند الشكل التالت هكبره عندي بالسكيل تول وخلي الاوباست بتاعه والي يكون خمسة وعشرين وهعمل منه copy في ريم تالت وعند الشكل رقم تلاته في الفريم رقم تلاته هكبر حجمها بالشكل ده وهاجي عند الشكل التاني باداة الاسكيل تول برضو هكبره عندي كده وده الاوباست بتاعته والي يكون خمسة وعشرين وبعد كده هتعمل فريم رابع بالشكل ده وهتيجي على الشكل رقم تلاتة وهتخلي الاوباست بتاعته زيرو ويتخلي الشكل رقم اتنين باداة الاسكيل تول تكبره بالشكل ده كده احنا بقى عندنا اربع فريم زي ما ظهر قدامك هنعمل سيلكت عليهم كلهم وهنخليهم وهنخليهم كومبوننت من فوق وهاجي هنا على الوضع البروتوتيب هسحب من الفريم الاول للفريم التاني واخليها وان ميلي ساكند واخليها سمارت واخليها تلاتمية ميلي ساكند وباقي الاشكال او باقي هعمل بها نفس الطريقة اهم حاجة يكون طبعا وهي من الشكل الاخير للشكل الاول عشان يريبيت الموضوع اكتر ممكن لو انت حابة تتحكم في اللون اكتر فانا هنا ممكن اعديله الشكل الاساسي ده انا هنا جيت اعملت سيلكت علي الاشكال دي ويديتها الانيرشادو من الفيكس تحت وبعد كده هعمل عشان ابدأ اقلط في اللي انا عملته وهاجيج هنا في اساسيس هسحب الكمبوننت اللي احنا عملناه بالشكل ده وابل سكيل تول هكبره عشان يكون ظهر معنا وهاجي هنا اعمل سيلكت على الفريم واروح عند البروتوطايب اعمل وعمل هزهر معاك بالشكل ده كده احنا عملنا الحركة المطلوبة وبس كده ده كان فيديو بسيط لازاي تعمل في برنامج فيجما اشوفكم فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر